إطلاق صافرة الإنذار بإقليم الحوز بسبب فيضانات إنذارية قوية قادمة إلى المنطقة وفي التفاصيل تداولت عدة مصادر إعلامية مساء اليوم أخباراً عن سماع صافرة الإنذار بسبب حدوث فيضانات وفي التفاصيل تم سماع صافرة الإنذار مساء يوم الثلاثاء الثالث من شهر شتنبر الجاري كإجراء تحذير لاحتمال وقوع فيضانات في أودية منطقة أوريكا نتيجة للتسقطات المطرية المفاجئة وقد سبق عملية تشغيل صافرة الإنذار في أوريكا تحرك السلطة المحلية لإجلاء المواطنين والتجار المتواجدين بالقرب من الأودية وذلك لتفادي وقوع ضحايا جراء الفيضانات المحتملة وكانت الأرصاد الجوية الوطنية قد أصدرت في وقت سابق منشوراً تحذيرياً حول احتمال وقوع عواصف رعدية ما ساء اليوم في إقليم الحوز وأقالي من أخرى نظراً للإضطرابات الجوية التي يشهدها المغرب تعمل السلطات على تأمين حياة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر عرضة الفيضانات القريبة من المجاري المائية والأودية في ذل هذه الظروف الجوية القاسية وتواصل مدرية الأرصاد الجوية المغربية إصدار نشاراتها التحذيرية مؤكدة على أهمية